حياكم الله أقف اليوم وسط أحدى البحيرات التي تأثرت بفعل التغيرات المناخية نعم هذا المكان كان مليئا بالمياه وسط بحيرة الحبانية في محافظة الأنبار أقف اليوم أمام شاهد حي من شواهد التأثير السلبي للتغيرات المناخية في العراق الذي يعد واحد من البلدان الخمسة الأكثر تضررا من التغيرات المناخية لكن قبل أن نخوض في الحديث مع ضيفي للحديث عن هذه الكارثة البيئية دعونا نشاهد بحيرة الحبانية قبل ثلاث سنوات فقط كيف كانت وكيف أصبحت اليوم اليوم الذي يرى هذه الكارثة يسأل كم فقدت بحيرة الحبانية من مياهها حتى هذه اللحظة؟ بصراحة بحيرة الحبانية ذات الساعة الخزنية 3.3 مليار متر مكعب الآن الساعة الخزنية لبحيرة الحبانية لا يتجاوز الأربعمائة مليون متر مكعب أي فقدت بحيرة الحبانية ما يقارب 80% من الساعة الخزنية لها وهذا بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على البلاد بصورة عامة وعلى محافظة الأنبار بصورة خاصة مهندس قيس خليني أمشي بهذا المكان هذا المكان الذي نمشي حاليا فيه هل هو فعلا كان مياه؟ وين كانت البحيرة؟ وين أصبحت؟ بصراحة بحيرة الحبانية كانت أكثر من كيلو نص إلى الأمام الآن انخفض مستواها ونزلت إلى ما يقارب 1500 متر عن الحد الطبيعي لها طيب هذا الشيء كيف أثر على بعض العشائر حول البحيرة اللي ساكنين في محافظة الأنبار؟ نعم هناك مناطق مجاورة لبحيرة الحبانية تأثرت تأثير كبير جدا وخاصة منطقة العنقور اللي خرجت عن الخدمة نهائيا وعانت ما تعانيه لحد الآن هناك بعض الحلول ليس الحلول الآنية إنما حنول وقتية لحل أزمة المياه في هذه المنطقة تهجر من عدها ما يقارب 30 إلى 40 عائلة تقريبا من منطقة العنقور إلى داخل الرمادي وهذا بحد ذاته هي تعتبر كارثة بيئية تعرف من منطقة تنهجر تماما بسبب شحة مياه ونحن كما يطلق علينا بلد النهرين بلد النهرين دجل والفرات سابقا نعم لكن بسبب قلة الإطلاقات من الدول المنبع إلى نهر الفرات أدى إلى هذه الهجرة وهذه المشكلة التي حدثت في منطقة العنقور قبل أن آتي وألتقي بحضرتك تحدثت مع بعض الخبراء في مجال البيئة أكدوا لي بأنه العراق وصل إلى المرحلة الثالثة من أربع مراحل توجد للتغير المناخي أو للجفاف العراق اليوم في المرحلة الثالثة كيف تصف هذا الأمر؟ بصراحة بسبب التغيرات المناخية التي طرأت على العراق بصورة عامة انخفاض كبير لنسبة العنطار خلال ثلاث سنوات فقط السنة الماضية كانت وفرة في مياه العنطار لكن قلة السدود في الصحراء الغربية وقلة السدود في العراق بصورة عامة أدت إلى هدر هذه المياه التي كانت بسبب العنطار بصراحة نحتاج إلى وقفة جادة من قبل الحكومة المركزية والحكومات المحلية في جميع محافظات العراق ليس في محافظة الأنبار فقط لإيجاد حلول لخزن المياه الناتجة عن العنطار وكميات المياه القليلة جدا التي تصلنا عن طريق الإطلاقات من دول الجوار قبل ثلاث سنوات أو أربعة كانت نسبة الإطلاقات التي تطلقها تركيا إلى العراق تقريبا ألف ومائتين متر مكعفة ثانية الآن لا يتجاوز المية وستين إلى مية وخمسة وستين متر مكعفة ثانية المساحة الكبيرة التي اجتازها نهر الفرات في محافظة الأنبار والسعة الحوضية لنهر الفرات أدى إلى تبخر عدد كميات كبيرة جدا من هذه الأطلاقات ولا يقاد أن يسد حاجة محافظة الأنبار فقط هذه الكميات صار قلة في التخصيصات للأراضي الزراعية السنة المحاصلة الزراعية الصفر نسبة التجهيز لها بسبب قلة وشحة المياه هناك تصحر كبير هناك مناطق كانت قبل زراعية الآن أصبحت مناطق صحراوية بسبب قلة وشحة المياه الحبانية بسبب البحيرة أصبحت مدينة سياحية صح يعني أي شخص في بغداد تسأله وين رايح يقول لك رايح للحبانية سابقا سابقا كم فقدت الأنبار من سياح كم فقدت من موازنة مالية غير النفطية بسبب الهجر اللي صار من قبل أو عزوف السياح السياح الداخليين خصوصا من القدوم إلى بحيرة الحبانية بسبب الجفاف بصراحة السياحة هي تعتبر دعم اقتصادين بمحافظة الأنبار كانت هناك آلاف من العوائل تزور بحيرة الحبانية سابقا الآن بحيرة الحبانية مهجورة بشكل تام أعداد قليلة جدا من السواحة لا يتجاوزون عدد الأصابع اللي موجودين ونحن الآن موجودين في بحيرة الحبانية وفي هذه الأجواء المفروض يكون مليئة وخاصة أيام خاصة خميس وجمعة هذه الأيام اللي دائما العوائل تخرج بيها الآن خالية تماما من أي زوار هذا أفقد المحافظة أيضا مورد مالي كان ممكن تستغل في أمور أخرى أكيد 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 طبعا مثل ما قلت لحضرتك هو يعتبر تمويل اقتصادي للمحافظة هذا انفقد هذا الجانب من تمويل محافظة الأنبال يعني تحدثنا أكثر شيء عن التأثير المناخي والتغير اللي حصل والجفاف اللي صاب بحيرة الحبانية فيما يخص الإنسان لكن لو تحدثنا اليوم فيما يخص الحياة البيئية الموجودة في هذه البحيرة كيف أثر انخفاض منعسيب مياه بحيرة الحبانية على هذه الحياة في هذه البحيرة؟ طبعا الانخفاض ما أثر على الإنسان فقط أثر أيضا على التنوع الأحياء اللي موجود في بحيرة الحبانية بحيرة الحبانية كانت خط هجرة للطيور المهاجرة الآن هذا الخط تغير مساره بسبب انخفاض وتغير نوعية مياه بحيرة الحبانية عدد كبير من أنواع الأسماك المحلية فقدت من بحيرة الحبانية مثل أسماك القطان وأسماك الشبوت كانت موجودة وبكثرة في بحيرة الحبانية الآن فقط نوع واحد من الأسماك بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في بحيرة الحبانية وتغير عناصر المياه اللي موجودة هو نوع الشانق اللي موجود لحد الآن يتم استيادة من قبل الصيادين هناك أناس كثيرين كانوا يعتاشون على صيد الأسماك خاصة من المناطق المجاورة لبحيرة الحبانية منطقة العنقور ومنطقة التاش الآن فقدوا هذه المهنة وأثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي لهؤلاء الناس التقيت بهؤلاء؟ نعم التقينا بالصيادين شنو اللي يقولوه؟ شنو اللي يتكلمون عنه؟ يعني بصراحة حالة يرتى لها كان تعرف أنت مصدر رزق لهذه الناس والآن انتهى هذا المصدر الرزق مالتهم ونقيت لك حتى يأثر أيضا لنزوح هذه الناس من مناطقها إلى مناطق أخرى طالبا للقمة العيش لقمة العيش طيب صح لأنه لو فقدت المياه فقدت الحياة هناك شيء مهم أنه من سبعين عام تقريبا منذ الثورة الصناعية الإنسان قسى على البيئة بسبب المعامل بسبب الإنبعاثات الغازية هل نحن اليوم أمام ثورة بيئية لتقسوا البيئة على الإنسان كما قسى عليها؟ إن شاء الله ونحن نشتغل بكل جهودنا وكل طاقاتنا بصراحة قبل أسبوع كانت حملة لإزالة أكثر من 20 معمل رمل على ضفاف نهر الفرات وهذه تعتبر من المعامل الملوثة لمياه نهر الفرات تدري إن خفاض المياه وإزدياد الملوثات هذا سيأثر سلبا على نوعية مياه نهر الفرات وهناك طبعا مراقبة شديدة جدا الآن من قبل وزارة البيئة للمعامل الصناعية خاصة معامل الإسمنت وكل المعامل التي تستخدم الوقود الأحفوري في عمليات الإنتاج هناك رقابة كبيرة جدا هناك غرامات كبيرة على أنشطة الحكومية تصل إلى 100 مليون إلى أكثر لكل مؤسسة تسبب في تلوث الهواء أو تلوث مياه نهر الفرات اليوم أي شخص يشاهد مهندس قيس يقول إحنا تحدثنا عن الآثار السلبية نريد حلول ما هو الحل ما هو الحل لنتجاوز هذه المشكلة نحن بلد من خمس بلدان الأكثر تعرضا والأكثر تأثرا بهذا التغير المناخي ما هي الحلول برأيك أولا لنعيد بحيرة الحبانية إلى الحياة ولنقنن المياه التي أصلا هي مقننة تأتي إلينا من دول المنبع بصرحة كانت هناك إجراءات كبيرة من قبل مديرية بيئة الأنبار زودت بها الحكومة المحلية وبعض الدوائر المؤثرة خاصة دائرة الزراعة فرض ما عليهم أن تكون الطريقة السقية أن تكون ضمن الطريقة الحديثة طريقة التنقيض أو المرشات لتقنين استخدام المياه بالإضافة إلى الموافقة على الأنواع النباتات التي تستهلك كميات قليلة من المياه وتتعايش مع الظروف البيئية القاسية في الوقت الحاضر بالإضافة إلى هناك إجراءات كبيرة جدا على دوائر المجاري هناك إنشاء أكبر محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في قضاء الرمادي وفي قضاء الفلوجة وهناك مشروعين أيضا في قضاء الحبانية وفي قضاء هيت جاري العمل على إنشاءها إن شاء الله فهذا بحد ذاته تعتبر حلول لمعالجة لبعض المشاكل التي تأثرت بسبب التغييرات المناخية طيب هذا الأمر تتوقع أنه سيتفاقم حسب أنت كشخص خبير بيئي مسؤول في الحكومة المحلية هل أن هذا الأمر معرض أو نحن نتوقع الأسوأ؟ بصراحة هو التنبؤات للتغييرات المناخية هي ابتزايد وليس بتناقص الحلول اللي جاية تغييرات السلبية أكيد أكيد ابتزايد تأثير يعني تأثير هي متزايد الحلول اللي متخذة من قبل الحكومة المحلية في محافظة الأنبار هناك مشروع لإيصال المياه الصالحة للاستخدام البشري إلى المناطق اللي خرجت عن الخدمة هناك أيضا منطقتين مهددة أيضا جار العمل على توفير المياه الصالحة إلها هي منطقة الرحالية ومنطقة قبيسة في قضاء هيت هناك عمل جاري موجود من قبل الحكومة المحلية لكن هناك المشاريع الاستراتيجية اللي تحتاج إلى تدخل الحكومة المركزية مثل مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية هناك مشروعين بقيمة 3.5 ميغاواط تمت الموافق عليها من قبل مديرية بيئة الأنبار لإنتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية هناك مشروع تمت الموافق عليها من قبل مديرية بيئة الأنبار لإنتاج الألواح الشمسية في محافظة الأنبار هذه كلها تعتبر حلول لبعض المشاكل التي تأثرت بسبب التغييرات المناخية لكن نحتاج إلى تضافر جميع الجهود سواء حكومة محلية دوائر خدمية حتى المجتمع يحتاج إلى وعي أكثر لمجابهة تغييرات المناخية الحاصلة مهندس قيس الدليمي أشكرك على هذا الوقت الذي أخذناه من حضرتك وعلى هذا الشرح الوافي شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم التوفيق والسداد في مديرية بيئة محافظة الأنبار شكرا جزيلا الله يحفظ إذن المشكلة في تزايد وهذه المشكلة كل التنبؤات كما أشار ضيفنا الكريم بأنها تنبؤات باتجاه خطر زيادة هذه المشكلة وهذه المشكلة وهذه الأزمة لن تحل إلا بتكاتف وتضافر كل الجهود في مختلف دول العالم كان معكم حيدر الأسدي من محافظة الأنبار وبالتحديد من بحيرة الحبانية